لو ما بتعرفش ترسم وعايز تتعلم الرسم بكل سهولة وتخلي الزكاية للصناعة يرسم لك اي حاجة انت بتفكر فيها فلازم تتابع فيديو النهاردة جايب لك موقع سهل جدا هيساعدك على الرسم باستخدام الزكاية للصناعية انا واق الربيع فتابعوني موقعنا النهاردة اسمه auto draw كل العيكة تكتب في مربع البحث auto draw وتضغط على اول رابط هيزهر لك ومن مميزات هذا الموقع انه ما بيحتاجش عملية تسجيل يعني حضرك هتستخدم الموقع بدون عملية تسجيل دخول هيزهر ليدك اليسار زي ما انت شايف مجموعة الادوات اللي هيتم استخدامها في الرسم وعندي ثلاث اسطر بنضغط عليهم بيظهر لي هنا حجم الاوراق اللي انا هرسم عليها سواء كان بالعرض او بالعرض صغيرة شوية يعني صغيرة الحجم او بالطور بختار الحجم اللي انا عايزه بالنسبة للورقة عندي بعد كده اداء واللود ودي بتديني امكانية تحميل الصورة بعد الانتهاء من الرسم وهو الرهالك في نهاية الفيديو عندي ايضا الشير اللي هي المشاركة وهتساعدني ان انا اشارك رسوماتي مع الاخرين وعندي هاو تو ودي بتعرفني كيفية استخدام الادوات الموجودة في الموقع لو ضغطت عليها بيظهر لي كل اداء وكيفية استخدامها عندي بعد كده شورت قاتس ودي بيظهر لي فيها مجموعة الاختصارات اللي انا ممكن استخدمها اثناء الرسم داخل هذا الموقع عندي ايضا الارتست ودي مجموعة من الفنانين داخل مجتمع الموقع وايضا ادوات الزكاية الاصطناعي بيظهر لي هنا مجموعة الايقونات اللي انا ممكن استخدمها او بتظهر لي او تم انشاءها باستخدام الزكاية الاصطناعي عندي ايضا بعد كده ابوت وده بيعرفني معلومات عن الموقع نفسه دلوقتي احنا هنبتدي الرسم بنضغط طبعا على حجم الورقة اللي انا محتاجها وعندي هنا اول حاجة اوتو درو ودي استخدام الزكاية الاصطناعي في الرسم يعني اي حاجة هفكر فيها هو بيتخيل او بيحاول يفكر معاك انت عايز ترسم ايه على سبيل المسال لو ضغطنا على اول علامة اوتو درو هرسم مثلا سيارة هعمل كده الدايرة مثلا الاطارات وعمل كده كل ما ارسم حاجة لو انت لاحظت في الاعلى بيظهر لي مجموعة من الايقونات او الرسومات حسب الزكاية الاصطناعي ما هو بيستنتج انا عايز ارسم ايه او زي ما حدراك شايف انا عايز ارسم سيارة ظهر لي هنا مجموعة من السيارات اختار مثلا السيارة دي اصبحت عندي السيارة لو عايز اتحرك او اتحكم فيها بالتحريك بضغط هنا على سيلكت وابتدي احرك الصورة زي ما انا عايز او الرسمة اللي انا عايزها وايضا من المقابل دي بصغرها وكبرها زي ما انا عايز ايضا دي مثلا جزئية طيب هنا لونها ازرق انا عايز اغير اللون يبقى بضغط على علامة اللون هنا وبختار اللون اللي انا عايزه كده انا غيرت اللون طب انا عايز اعمل عملية تعبئة للشكل نفسه بضغط بعيد وبعدين هنا عندي علامة الفل او اداة الفل بضغط عليها وابتدي اغير في اللون وابتدي اعبي في الرسمة زي ما حدراك شايف بالزبط طيب انا عايز ارسم مسلا الرسمة تانية واشوف الزكاية للصناعي فعلا هيرسمها لي ولا لا هنرسم مثلا رسم طائر على سبيل المثال يعني كل جزئية انا برسمها بيبتلي الزكاية للصناعي يستنتج او يحاول استنتج انا عايز ارسم ايه انا عملت طائر كاني عايز ارسم طائر ظهر معايا فعلا مجموعة من الطيور لو ضغطت مسلا على الرسمة دي او الايكونة دي تم رسم الطائر طب انا عايز ممكن ازود على الطائر اللي هو اجابوني ايوة ممكن عادي جدا اعمل له مسلا عين زي ما حدراك شايف كده ايضا بيستنتج معايا انا عايز ارسم ايه كده الطائر نحركه كده طبعا كل جزء بيكون لوحده طب عايز اعمل عملية تعبئة زي ما قلنا من الفل بختار اللون عملت كده عملية التعبئة طب نشوف رسمة تانية هنرسم مثلا تلفزيون عملت مستطيل كده هو احاول استنتج معايا انا عايز ارسميه جاب لي طبعا مجموعة من الرسومات هكمل رسمتي عادي هنا ابتدى يظهر لي مجموعة رسومات يبقى المقصود من كلامي بناء على الرسمة اللي انا برسمها هو بيستنتج انا عايز ارسم ايه بالزبط هرسم مثلا الرسمة كده اي رسمة هو جاب لي مثلا هنا شخص هنراكه كده طيب انا دلوقتي عايز اكتب عندي هنا ادية التكست او الطيب بضغط عليها واكتب هنا اضغط كده واكتب ممكن اكتب باللغة العربية او باللغة الانجليزية الاشتراك في القناة واضغط على السام وحرك زي ما انا عايز هل ممكن اغير اغير اللون النص عادي جدا بضغط على فيل وغير اللون واضغط على النص كده انا غيرت اللون طيب يبقى انا كده اقولت فيل عندي ايضا امكانية رسم الاشكال وبيتح لي هنا رسم تلت اشكال لو ضغطت على عيكونة بيظهر لي هنا تلت اشكال الدايرة والمستطيل والمسلس اهل الدايرة وادي المستطيل وادي المسلس طيب هل ممكن ان انا اعمل عملية تعبئة للون او للشكل ايوه ممكن بضغط على فيل واختار لون التعبئة واختار الشكل اللي انا عايزه زي ما حضرك شايف هتحكم فيه الاشكال كده هصغر اكبر زي ما انا عايز هرتب كده رسمي زي ما حضرك شايف كده بالنسبة للزكاة للصناعي ساعدني في الرسم طيب انا لو عايز ارسم مني النفسي انا انا الراجل بعرف ارسم بستخدم انا الاداة اللي هي ممكن ان انا اكبر حجم القلم او اصغره لعني اكبرت كده شوية وعملت كده لو صغرته بيصغر معايا الحجم دي طريقة الرسم من خلالي انا ولكن الزكاة للصناعي بيساعدني من خلال اوتو درو اللي حضرك شايفة عندي طبعا هنا الزوم ان انا اقدر اعمل عملية زوم للصورة زوم اوتو زوم ان كده انا بعمل عملية الزوم وعندي هنا المقياس في الاعلى مية في المية مية وخمسين في المية ميتين ميتين وخمسين تلتمية وهكذا مية في المية يعني الصورة باكملها زي ما حضرك شايف ممكن اكبر الصورة او اصغرها عندي ايضا لو ضغبت على كنترول في لوحة المفاتيح واستخدمت السكرول اللي موجود في الفارع او الموز اقدر ان انا اكبر او اصغر الحجم زي ما حضرك شايف كده عندي ايضا هنا الاندو لو انا عملت اي عملية وعايز اتراجع عنا السهم الخلف ده بضغط عليه بيعمل لي عملية تراجع طب انا عايز احذف شكل من الرسمة بحدد الشكل بضغط الاول على السهم سلقت وحدد الشكل وبعدين اضغط على دليت تم حزف الشكل طيب انا خلصت الرسمة بتاعتي والذكية للصناعة يساعدني في الرسم بضغط على الثلاث سطور وضغط على ويتم تحميل الملف على شكل صورة لو ضغطنا عليه كده نشوف الصورة بتاعتنا ادي الصورة اللي انا رسمتها طيب نرجع كده عملية المشاركة قلت اقولها لكم في نهاية الفيديو عندي هنا الشير لو ضغط عليه بيعمل عملية اعداد هنا لو ضغط على كوبي لينك بنسخ الرابط وابتلي ارسل الرابط لاي حد انا عايزه يشوف رسمتي او ممكن اعمل عملية مشاركة على تويتر دي عملية المشاركة وبكده اكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة اتمنى اكون الحلقة عجبت حضرتك ولو عجبك الفيديو ما تنساش اعمل لايك وشيل للفيديو ولو حضرتك اول مرة زرنا في القناة سعيدنا وشرفنا انضمامك في القناة وتفعيل زر القرص على الكل انتصر كل الفيديوهات الجديدة والحصلية من القناة كان معكم واق الربيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته